عيد الفطر المبارك مناسبة طيبة لإعادة الصلاة المقطوعة يحدث بين الأقرباء بين الأصدقاء بين الرجل وزوجته يوم عيد الفطر ينبغي أن نجعله عيد الصلة أنه واحد يصل أرحامه يصل أقرباءه يصل أصدقاءه إذا بينه وبين واحد كلام يحاول أن يرفع هذه القطيع الآن خوش مناسبة لذلك هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه آثار وضعية كبيرة الآن في هذا العيد المبارك ينبغي علينا أن نحاول أن نعيد العلاقات المقطوعة شوية يحتاج إلى إرادة شوية يحتاج إلى الضغط على النافس لحظات واحد يذهب ويصالح المرأة عندها نزاع مع زوجها تتنازل في لحظات لأجل الله الرجل عند خلاف يتنازل في لحظات لأجل الله سبحانه وتعالى لنجعل هذا العيد عيد الصلاة